مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الحصة الثامنة مشروع التكنولوجي كيف أحضر شراب السكر كمان جو بريبار ان سيغو لكن قبل أن نمر إلى وضعية الانطلاق سنقوم بتذكير لأهم ما رأيناه في الحصة السابعة فقد قلنا بأن الماء يذيب بعض المواد ولا يذيب مواد أخرى وأعطينا أمثلة للمواد التي تدوب في الماء كالسكار كالملح كالقهوة الفورية وقلنا المواد الأخرى التي لا تدوب كالحصى الرمل الترى إذن سنمر إلى السابعة رقم 34 ونبدأ بألاحظ الصورة وأعبر لاحظ الصورة في الصورة ماذا؟ شراب السكر شراب السكر سنتساءل إلى ماذا أحتاج لكي أحضر شراب السكر؟ سأحتاج إلى ماذا؟ باش نحضر باش نصاب شراب السكر أولا ما هي المكونات التي أحتاجها لكي أحضر شراب السكر؟ سنكتب ما هي المكونات التي أحتاج لكي أحضر شراب السكر؟ ما هي المكونات التي أحتاج لكي أحضرها باش نصاب شراب السكر؟ وسأفترض سكر إذن أول حاجة سنحتاج للسكر سكر كذلك ماء وأيضا وليمونة سنحتاج للسكر مع الماء وليمونة أختبر أحتاج إلى ميل الأدوات قدر صغير بمقبض كسغول كسرونة كسغول موقد قداحة كأس ملعقة خشبية ملعقة خشبية عصارة يدوية للحوامض العصارة باش نعصره الليمون المكونات سكر ماء ليمونة ستغون حمضة المقادير كأسان من الماء كأسان من مسحوق السكر الخاشين عصير ليمونة كأسان من الماء جوشكي سنديل الماء كأسان من مسحوق السكر الخاشين جوشكي سنديل السكر عصير ليمونة السكر الخاشين يعني سنيدة جوشكي سنديل سنيدة جوشكي سنديل الماء عصير بورتقال العصير دي الوحد الحمضة أستعين بالأستاذة أو الأستاذ وأنجز أصب الماء في القدر وأضيف إليه السكر ثم أحرك إذن غدي نجيب الماء ونحطه في الكاسر هنا ثم نضيف له السكر وبقى نحرك أضع القدر فوق الموقيدي هذيك الكاسر هنا غدي نحطه فوق النار أترك الخليط يغلي إلى أن يتقلص حجمه إلى النصف لأحصل على شراب السكر غدي نخلي الماء والسكر كي طيب حتى ينقص الحجم دي الماء فإلى وضعت جوج دي الكسان حتى كنشوف بأن الماء نقص أترك شراب السكر حتى يبرد ثم أحتفظ به في إناء مغلق إذن هاد الشراب اللي حصلت عليه هاد الماء مع السكر كي تسمى شراب السكر غلي نخلي حتى يبرد ثم أحتفظ به في إناء مغلق كنحطه في واحد الإناء مغلق مثلا شي قرعة ونسدع لها أستعمله وحضر مشروبا بنكهة الليمون إذن هاد شراب السكر غدي نديره بنكهة الليمون ماشنو غدي ندير أعصير ليمونة لأحصل على عصيرها كنعصر واحد الليمونة باش نحصل على العصير ديالها واحد الحمضة أخلط عصير الليمونة مع قليل من شراب السكر غدي نجيب شوية ديال شراب السكر لك السكر مع الماء ونخلطه مع الليمونة مع العصير ديال الليمونة في كأس أكمل ملء الكأس بالماء وأشربه ونكمل نعمر الكأس بالماء فنحصل على شراب السكر بنكهة الليمون ثم أشربه استخلصه أملأ الفراغات بما يلي يتقلص مقادير يغلي شراب خليط إذا نقلنا باش نحصله على شراب السكر استعملنا الماء والسكر قمنا بغلي الماء والسكر حطيناهم في واحد الكأسر هنا فوق النار يعني حتى تتقلص تتقلص الماء والسكر يعني لكن نضفنا كأسين حتى لاحظنا بأن الكمية ديال الماء نقصت بعد ذلك أخذنا الليمونة أعصرناها ذاك العصير ديالها نضفناه على واحد شوية ديال ديال العصير على شوية ديال شراب السكر يعني هذك العصير ديال الليمونة نضفناه عليه شراب السكر وعمرنا الكأس بالماء فحصلنا على شراب السكر بنكهة الليمونة سنعمر الفراغات بما يعني يتقلص مقادير يغلي شراب خليط إذن يتطلبوا تحضيروا ماذا السكر معين من السكر والماء يتركوا السكر والماء على الموقع دي حتى حجمه إلى النص توقفوا الفيديو فكروا مزيان ثم ضعوا الكلمات في المكان المناسب بعد ذلك رجعوا تشوفوا الجواب إذن يتطلبوا تحضيروا ماذا تحضيروا قلنا شراب السكر شرابوا السكر ماذا معين من السكر والماء يتركوا السكر والماء على الموقع دي حتى يتركوا خليط يترك خليط السكر والماء على الموقع دي يغلي كي يطب يغلي على الموقع دي حتى حجمه إلى النص حتى يتقلص حجمه إلى النص فملكي يتقلص الحجم دياله إلى النص كناخدوا واحد الليمونة وكنعسرها هذاك العسير اللي حصلنا عليه كنخلطه معا شوية دي الشراب السكر وكنعمروا الكأس بالماء ونكونوا قد حصلنا على شراب السكر بنوكهة الليمون استثمروا جو كوش لكاز دي لفراز جيست جو كوش يعني غدين دي العلامة دون لكاز في الخانة دي الجملة الصحيحة لفراز جيست لسكر السكر نو سديسو بدون لو السكر لا يدوب في الماء إذن هات الجملة خاطئة فمريش ندير علامة لأن المطلوب سنضع علامة في خانة الجملة الصحيحة لسيغو شراب السكر لسيغو دي سكر اتن ميلانج اوموجين شراب السكر خليط متجانس فملكا نحصلوا على شراب السكر وش يمكننا نميز المكونات ديالو بالعين المجردة يمكننا نميز ما بين الماء وما بين السكر وما بين عصير الليمون إذن ما يمكننا نميز ما بين هذه المكونات فبالتالي شراب السكر خليط متجانس اوموجين إذن هذه الجملة صحيحة لسيغو السكر السكر سدسو وعصير الليمون ممكننا نميزهم في شراب السكر إذن فهو خليط متجانس اوموجين وليس اتغوجين قلنا اتغوجين غير متجانس اوموجين متجانس إذن هذا كل ما لدينا في الصفحة رقم 34 نلتقي في أقوم تعلماتي الصفحة رقم 35 أغضاء